إلينا رئيس مركز أسبار للدراسات البحوث دكتور فهد العرابي الحارثي دكتور فهد سعد الله مساك أهلا بك أيضا أريد قراءة لك كأكاديمي وككاتب سياسي شعودي تهتم بأكيد تفاصيل صغيرة حول هذه الجولة الخليجية وبالتحديد الآن وصول سموة لرهد إلى الكويت أهلا وسهلا أخي جبريل وأحيي أيضا الدكتور عبدالهاد العجمي من كويت والمشاهدين الكرام على وجه العموم الواقع أنه جولة سمو ولي العهد التي ابتدأها من جنوب الخليج في أمان ثم الأمارات ثم قطر ثم البحرين وأخيرا الدولة الخامسة في المنظومة الخليجية للكويت كلها تشي بأن هناك أشياء لم نسمعها في البيانات الختامية أعتقد سنسمعها في القمة الخليجية التي ستعقد في منتصف شهر ديسمبر الحالي في ديسمبر نعم هذا في ديسمبر الحالي نعم أنا أعتقد أن هناك أشياء لم تعلن في البيانات الختامية التي استمعناها والتي كانت غنية وسرية بكثير من الأفكار أفكار تتعلق بالعلاقات الثنائية بين المملكة وكل الدولة من الدول الشقيقة وأفكار تتعلق بأمن واستقرار الخليج وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام وأفكار أيضا تتعلق بالاتفاقيات الكثيرة المتعددة التي وقعت سواء في الدولة الأولى عمان 13 وثيقة ومشاريع كبيرة افتتحت مثل الطريق البري في الربع الخالي ومرورا بالأمارات العربية ومرورا بالاتفاقات التي وقعت في قطر كل هذا ينبئ بميلاد مستقبل جديد لدول مجلس التعاون الخليجي وللمجلس نفسه أعتقد أنه ستبث فيه الحياة من جديد وسيؤدي يكمل الأدوار التي أداها باقتدار خلال السنوات الـ 42 الماضية أظن أيضا أنه جولة سمو ولي العهد ستنعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي ليس فقط في المملكة وإنما بدون الخليج جميعا والعلاقات مع الكويت بالذات مثل ما أشاروك العديد من المداخلين معك قبل قليل هي علاقات عميقة وتاريخية وتتجدد باستمرار وهذا طبعا من فضل الله على السعوديين وعلى الكويتيين معا أن تكون هناك هذا المستوى من التفاهم بين القيادتين في الدولتين وبين الشعبين أيضا نحن استمعنا إلى كثير من المشاعر التي عبر عنها دكتور عبدالهادي والأخوان التي سبقوا من الكويت وعن عكسه محاولتهم أن يعكسوا الصورة الحقيقية لما يعمر دكتور فهد أتمنى أن تبقى معي سنواصل العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للبحث دكتور يعني كأنما دكتور العجبي يقلب شيئا ما حول اهتمام سمو الإعادة في هذه الجولة في إعادة بلورة الدور المهم الذي يتعلق به المواطن الخليجي أقصد مجلس التعاون هل تتفق مع هذا أم أن الزيارة أيضا تحمل أوراق أخرى دكتور فهد بالعكسر أتفق تماما مع الذي تفضل فيه الدكتور عبدالهادي وأعتقد أيضا أن إنشاء المجالس التنسيقية بين المملكة وبعض دول الخليج أو كل دول الخليج في الواقع مجلس التنسيقي الأماراتي السعودي المجلس التنسيقي العماني السعودي القطري السعودي الكويتي كل هذه الأشياء ستكون داعم للتحرك المقبل لمجلس التعاون الخليجي ستكون هذه المجالس بمثابت ستقوم بالدور التنسيقي ما بين هذه الدول وما بين مجلس التعاون الخليجي أعتقد أنه أو كما نقرأ من التفاهمات الخليجية الأخيرة والتي أعتقد أنها كانت واحدة من المستهدفات جولة الأمير محمد بن سلمان للتأكيد عليها تمهيدا لقمة دكتور هل يمكن التفكير في عملية عادة هيكلة كثير من مكونات المجلس التعاون؟ بالتأكيد أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مراجعة وإلى عادة هيكلة وإلى تطوير يعني الطرق التي بدأ فيها المجلس من 42 سنة أعتقد أنها تحتاج إلى تجديد تجديد في الدماء الموجودة في المجلس وتجديد أيضا في الآليات وفي الإجراءات دعني أقول لشيري نقطة مهمة جدا في جولة السمو الأمير جولة السمو الأمير لم تقتصر فقط على متابعة موضوع الأمني في الخليج فقط لكنها في كل البيانات الختامية للزيارات التي صدرت تحدثت عن الوضع في العراق عن مستقبل الأمن في سوريا عن المشكلة اللبنانية طبعا القائمة حاليا عن ليبيا وما يجري عن السودان أيضا كل المنطقة العربية كانت حاضرة في الملفات التي بحثت في هذه الجولة ومعنى هذا أن دول مجلس التعاون المجتمع أو المملكة العربية السعودية منفردة سيكون لها دور كبير جدا في إعادة أمور هذه الدول إلى إصلاحات حقيقية وإلى أن تنتظم في المسار الصحيح لأنه إذا كنا نريد أو نتطلع إلى ما وعد به سمو الأمير محمد بن سلمان في أن منطقة الشرق الأوسط ستكون أوروبا المقبلة فلا بد أن لا يكون هناك خلافات وأن لا يكون هناك حروب أهلية وأن لا يكون هناك أطماع خارجية في الدول العربية وأن توقف التهديدات الأمنية التي هي أساس من أساسات عدم الاستقرار في أي منطقة في العالم طيب دكتور فهد الوقت يضيق علينا كنا سعداء بمشاركتك لنا ومعنا دكتور فهد العرابي الحارثي الأكاديمي المعروف ورئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث شكرا جزيلا شكرا جزيلا